ومتبعة للقرار الدستوري معنا من الكويت مراسلون سعد لانزي دعوة أمير البلاد والتأكيد أنه لن تتم تسبيت رئيس البرلمان تدخل الكويت في مسار دستوري وانتخابي جديد سعد نعم الخطاب اليوم كما سلفت هو خطاب ربما يوسب الخطاب التاريخي اليوم سلطة الحكم في الكويت أوضحت وبشكل جليل لبس فيه بتمسكها بالدستور وتمسكها بالديمقراطية كخيار رئيسي لحكم البلاد وهو مشاركة الشعب مع الحكم لحكم الكويت هذا الخيار وهذا الحسم الآن اليوم بعد أسابيع من كثير من اللغط والإشاعات بأنه سيكون هناك حل غير دستوري وهذا يعني حل غير دستوري أن حل البرلمان دون الدعوة لانتخابات برلمانية وهذا طبعا شيء يعني يرفضه كثير من أبناء الشعب الكويتي ولكن اليوم كان هناك حسم واضح جدا بأن خيار السلطة هو الخيار الديمقراطي وهو الخيار الدستوري وهو التمسك بالدستور ومن خلال هذا الدستور ومن خلال بنود الدستور طبقا المادة 107 من الدستور تم الإعلان عن النية لحل مجلس الأمة لم يصدر المرسوم بعد سوف يصدر في الشهر القادمة بعد استكمال إجراءات القانونية وبعد إعلان هذا المرسوم بحل المجلس سوف تكون هناك مدة أقصاها شهرين لانتخاب برلمان جديد المهم جدا في هذا أيضا في هذا الخطاب بأن أمير الكويت من خلال والعهد الكلمة يلقاها والعهد بن ياب عنه قال أن الحكومة وأن السلطة ستقف على مسافة واحدة من كافة التيارات السياسية وأنها لن تتدخل في أعمال مجلس الأمة ولا في انتخابات رئيسه ولجانه ليكون الشعب هو مصدر السلطة بالكامل وهذا شيء مهم جدا لأن سبب المشكلة الآن لمدة عامين منذ فوز المعارضة بشهر ديسمبر 2020 وعندما فازت المعارضة بالأغلبية اصطفت الحكومة ورجحت كفة خصم المعارضة السيد مرزوق الغانم ليصبح رئيسا للمجلس ومنذ ذلك اليوم إلى هذا اليوم وهناك الممحاكات والمواجهات التي أدت إلى التعطيل عمال المجلس بشكل فعلي المجلس الآن لم ينعقد إلا سوى جلسات بسيطة جدا ومنها خاصة إذن فالحكومة والسلطة تقول الشعب الآن الأمر بيدكم السلطة بيدكم أنتم ستختارون اختاروا بعيدا عن الطائفية والتحزب الطائفي والقبلي ولكن هذه فرصة لا تضيعوا هذه الفرصة للإصلاح الحقيقي وإصلاح المسار المشهد السياسي في الكويت لأنه إذا ضاعت هذه الفرصة وعدنا كما قال ولي العهد إلى المشهد السابق فإنها ستكون هناك إجراءات ستكون ثقيلة على الجميع وهذا طبعا تهديد أو تحذير واضح جدا بأن هذه ربما تكون الفرصة الأخيرة لكي يتم إصلاح الوضع السياسي الذي أدى إلى شلل كامل في الكويت خلال العامين الماضيين الزميل سعد تعنزي مباشرة من ستجوهاتنا في العاصمة الكويت ترجمة نانسي قنقر